اشتركوا في القناة بهمة فيه أكبير من الناس هو اللي بيحبوا يلتحقوا بوظائف بالشركات بوظائف في مجال الإعلام المجتمعي فبدنا نحكي كيف الواحد ممكن يشتغل بهذا قسم قسم الإعلام المجتمعي في المؤسسات والشركات حلو خلال الإعلام الاجتماعي جديد يعني تعتبر في مهارات جديدة لازم الواحد يكتسبها فلازم مثلا يكون عارف ايش قدرات القوة عنده شو قدرات الضعف اي قسم من قسم الإعلام الاجتماعي حاب يدخل فيه مثلا التسويق الاجتماعي فيه التسويق الرقمي حاب يدخل مثلا بالإعلانات على الجوجل حاب يدخل في كتابة المحتوى أو تصميم المحتوى يكون مثلا مدير صفحة هذا كله بتطلب مهارات جديدة لازم يتعلمها فلازم يكون فيه عنده تعليم مستمر مش بس اللي أخذناه بالمدرسة والجامعة لازم يكون عارف مصادر جديدة موجودة هي مقلات تنزل بشكل يومي بنفس المجال فلازم يكون مطلع عليها عارف مين بالضبط شغال بالموضوع هذا مثلا بالخارج ممكن يطلع عليهم ويشوفهم يكون عنده شوية ترويج ذاتي فأنا كي بدأ عرف أنه شاطر في مجال معينة أو آخر فيظهر أشياء المهارات اللي عنده فمثلا إذا أنا بقرأ مثلا أربع خمس مقلات يوميا في مجال الإعلام الاجتماعي وهذا هو الشغف تبعي مش غلط أني ألخصهم مثلا أو النقاط اللي اتعلمتها أكتبهم في مدونة أسبوعية فبصور الناس يقروها ويعرفوا بالضبط أنه خالد متخصص في تدريب الإعلام الاجتماعي أو مثلا ليلة متخصصة مثلا في كتابة المقالات فلازم كل واحد يظهر المهارات اللي عنده في طريقة أخرى كمان مهم جدا أنه أولها أنه يحاول يقدم الخدمة مجانا يعني ما يبدأ أنه يدور على فلوس أولها مثلا إذا أنا بدي أكون مدير صفحة فيسبوك حتى لو كانت وظيفي يحاول أنه يقدم الخدمة مجانا بالأول عبين ما يتأكد ويكون مواثق من المهارات اللي عنده ويقويها قلينا نحكي مثلا أنا عاد عند الحلاء رحته عم بحل إشعاري فممكن أسأله إذا عنده صفحة على فيسبوك أو لا فممكن أحكي له أنا ممكن أسوي لك صفحة أسسلك إياها أعمل لك شوية محتوى بلاش مقابل بالأول بعدين بلاش أنه حتى يكون فيه مرجوع مادي مثلا أنه حلاء بلاش لحتى تتروج يعني لخدماتك بالضبط عمين ما أتمكن من القدرات اللي عندي بعدين بأقدر أنا أن أروح أقدم على عمل في نفس مجالي طيب أستاذ خالد يعني بالحديث اللي تفضلت في حضرتك ويعني تعقيبا على سؤال زميلة ليلى حكينا عن كونها أصبحت وظيفة يعني إذا بنحكي تم استحداث فعلا الإعلام المجتمعي كوظيفة أساسية في أغلب الشركات والمؤسسات كيف بتشوف تطور هالوظيفة على الصعيد المؤسسي بشكل عام سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص حلو هلأ أول ما تبدأ أي شركة لما يكون عندهم قسم إعلام اجتماعي في الأول بيكون القسم موجود فيه إدارة وحدة ممكن إدارة التسويق أو إدارة العلاقات العامة وبعدين مجالهم بيكون شوية أول شيء مثلا مش معروف فممكن يكون مثلا خدمة العملاء أو مثلا ممكن يكون الترويج على المنتج بعدين لازم هذه تنضج فلازم كل قسم بالشركة يكون عنده شخص مسؤول عن الإعلام الاجتماعي فقسم التسويق قسم العلاقات العامة قسم خدمة العملاء قسم حتى القانوني هل الشركات وصلت لقناعة لوجود هذا الوظائف أو هذه الوظائف في أقسامها برأيك وصلت للقناعة؟ وصلت بس كل شركة عندها ميزانيتها وكل شركة عندها خططها يمكن أن يكون بالضبط فالصعب أن يدخلوا إعلام الاجتماعي لأنه ما عندهم المرونة أنه متنا يتقبلوا قسم كامل من إعلام الاجتماعي معناته هي لسا مش معتبرين أنه هاي وظيفة أساسية يخصصوا لإلها مثلا خلينا نحكي الميزانية لهذا النظر هي مهمة جدا وهم عارفين قوتها بس أنه إدخالها بالتقسيم التبع الشركة لهدلها صعب ومش عارفين موين يحطوها تحت أي قسم بس عم بصير وهل هذا غلط يعني برأيك لازم تكون قسم لحالها؟ نعم هل لا لازم تدخل بمرحلة نضوج فأولها مثلا لا بس أنه الشركة كل الشركات يستعينوا في مؤسسات أنه تساعدهم في بناء هذا القسم تعمل لهم مثلا الاستراتيجية تساعدهم بتوظيف الأشخاص في القسم هذا بعدين تراقب عمل الأشخاص بعدين لازم الشركة هي نفسها خلص تنطلق لحالها وخله القسم هذا هو يكون متمكن حاله يمكن أنه أستاذ خالد زي ما أنت تفضلت برضه وحكيت حتى تنضش هالوظيفة يمكن تكون تحت دائرة التواصل بشكل عام سواء يعني هلأ يمكن أكثر شي بيسموهم كومينيكيشنز بالشركات اللي فيها حداث وتطور أكثر لحتى تطبق المعايير الجديدة بالعمل المؤسسي طيب نصيحة أخيرة تحب توجهها لكل شخص بحب يتوجه بهالعمل أو حتى حابب يتخصص فيه سواء يروج لحاله أو سواء أنه يستمر ويطور على حاله أكثر وأكثر هلأ مهم جدا أنه أظن أشتغل على الحالي هلأ اللي أخذناه بالجامعة مش كافي لأنه اللي عم بصير تطور بمنصات الإعلام الاجتماعي عم بتغير بشكل يومي مش بشكل أسبوع بشكل يومي ولازم أنا أكون مطلع على كل تغييرات هذه والتحديثات فمهم جدا أني ألاقي أنا مصادر قوية في الإعلام الاجتماعي أكون مطلع عليها وأواضب أني دائما أعلم حالي بشكل مستمر نعم بس كسؤال أخير إحنا بدنا نختم بدنا نسألك سؤال شارك لليوم اللي هو هلنا ضرر وجود قسم الإعلام المجتمعي في المؤسسات والشركات يعني من سياق حديثك أنت مع خيار نعم لأنه بحكي لك أنه أنت ممكن توظفي إيديك وجريك لشركات أخرى من طرف الثالث بس كلامك لازم يطلع منك فما بدأي أنا أوضف شركة أن تحكي بالنيابة عني لازم أنا أكون متمكن ومسؤول عن كل شيء يطلع باسم الشركة أكيد كل الشكر لإلك أستاذ خالد الأحمد مدرب والمستشار في الإعلام المجتمعي غدا هلأ بدنا نطلع فاصل وبعدين رح نرجع لنكمل باقي فخيرات حلقتنا خليكم معنا موسيقى موسيقى